أستاذ عماد الدين حسين رئيس تحريك جريدة الشروق كاتبنا الصحفي الكبير وعضو مجلس الشيوخ ومجلس أمناء الحوار الوطني يا دي النور يا دي النور مساء الفل يا أستاذ يوت مساء السعادة مساء السعادة يا أستاذ عماد أستاذ عماد شفت النهاردة مشهد الاتحادية إزاي؟ إيه الزوايا اللي شفت منها مشهد استقبال فخمة الرئيس للمرشحين الثلاثة؟ هو طبعا فيه أكتر من زاوية وأكتر من قراءة لكن فيه قراءة سريعة وهو أنه ده تقليد عظيم ومهم وصورة لم نكن نراها كثيرا في السياسة المصرية وفي دول كثيرة للأمانة دايب في بعض الدول مشاهد الانتخابات بتنتهي بكوارث ومشاكل وخنايات وصدمات وملاك الشرطة وتشهير وعدم احتراب بالنتاج إلا فيه قلة من الدول الديمقراطية جدا العتيبة في الديمقراطية بيبقى فيه أن الفائل المهزوم بيتهندق الفائل وبيتسلم عليه والأمور بتنتهي يعني فاللي حصل ده النهاردة فيه جزء مهم أنه بيدي رسالة قوية للجماهير وللناس أن فيه حالة من التغذير والاحترام لما رئيس الدولة أو المرشح الفائل وهو في نفس الوقت رئيس الدولة يشيد بالمنافسين ويحييهم على أداءهم السياسي ده إشارة مهمة للمستقبل السياسي هنا أنا لا أتكلمش بس على الجزء الإنساني وشخصي وهو شيء مهم لكن الجزء اللي يهمنا كمان للبلد لقدام أنه فيه حركة سياسية إذا استمرت بهذا الزخم اللي بدأ في الانتخابات وأسناء الانتخابات ثم إعلان النتيجة من روح سياسية قوية وتقدير العملية السياسية وتقدير المتنفسين ده هيقود إلى حاجات كثيرة جيدة لمصرحة البلد بأكملها وده ما يهمنا يا أستاذ يوسف في المستقبل أنه كما تعلم عدد كبير من المصرين كان ينظر للسياسة باحتبارها ريسون من عمل الشيطان في التنبوه أن هي مجلبة للهموم والمشاكل وبالتالي نبتعد عنها فلنبه فيه العملية السياسية اللي بترشع الانتخابات اللي بتسمى عن طريق الأحزاب السياسية والأحزاب بتنزل وتحترك بالناس وتطرح براميكها وتطرح في الحضائيات هذا تطور مهم ينبغي أن نحييه ونتحدث عنه كثيرا عشان نرى سيناره دي يعني الصورة اللي جاتني لما شفت هذا المشهد الصورة مع الرئيس مع رؤساء الأحزاب الثلاثة المتنافسين ومشهد محمود فوزي ومشهد جيد جدا ومفيد على المدى البعيد إن شاء الله طب أستاذ عماد وأنا أعلم إن شهدتك أكيد مش مجروح بقدر ما الحوار الوطني إدى أكسوجين مذهل للعمل السياسي المصري وللحركة الحزبية المصرية وأيضا يعني المزيد من الأكسوجين تحديدا للمعارضة تعتقد إنه هذا المشهد اليوم في الاتحادية يعطي المزيد من الدفع والزخم للعمل السياسي والحزبي في مصر بطبيعة الحال اللي جابها نعم أنا بالفعل لم أكن والله حتى على مستوى الشخص يدرك القيمة الكاملة للحوار الوطني وما فعله إلا لما وصلنا إلى المشهد الاتحابي والرئاسة وناس كثيرة قد لا يروا ده خصوصا بعض المتشاكتين سور الوقت اللي هو يعني يائز من كل شيء وعدم في نظرته وبالنسبة له كل شيء بلا خيمة وبلا تأثير وتمثيلية وحياة كثيرة زي كده لم يكن ممكنا الوصول إلى مشهد الانتخابات دي ويبقى فيه رؤساء أحزاب بيشاركه إلا عبر الحوار الوطني لأن الحوار الوطني اللي عمله إن خلنا الناس كلها تقعد مع بعض بتتكلم بتتناقش تتجادل تطرح أفكارها ترفع توصياتها وده يبه مستمر والناس تقعد وتتفاوض وتختلف على حاجة وتتفق على حاجة وبالتالي ما كان ده المشهد المهيذي يعني السنة من أبريل 22-22 حينما دعا الرئيس السيسي إلى الحوار الوطني لحد آخر جلسة تم تعليقها بسبب خرب الانتخابات الرئيسية أو بدء الانتخابات كان فيه حركة سياسية دائبة صعودة وهبوطة لكن في كل الأحوال كان فيه يعني لقوات ونقاشات وبدل ما الناس كانت كل واحد في جزيرة معتولة الناس أعدت مع بعضها صعودة تناقش عدد أكثر من 21 طرع من السجون بدأ يبقى فيه حركة النهر السياسة بدأ يتدفق مش كاملا بطبيعة الحال يعني انا مش مثاليين انا بتتكلمش على حاجة بقولي انه اللي حصل مثالي لا بس على الأقل أفضل كتير كتير من مما كان سابقا وده ودي الصورة المهمة اللي احنا ينبغي السياسين يفكروا بيها ما فيهش حاجة في السياسة بتيجي مرة واحدة مش حاجة بتيجي بالزرار السياسة نضال سلمي مستمر خد حاجة النهاردة وفاوض بكرة وحسن شروطك واشتغل واكتهد عشان تحقك أما الاعتقاد انك قاعد في بيتك واتقل كل حاجة هذا لن يحدث صحيح صحيح أنا بشكرك جدا 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 أستاذ عماد كل الشكر اللي كاتبنا الصحفي الكبير أستاذ عماد الدين حسين رئيس تحريط جريدة الشروق وعضو مجلس أماناء الحوار الوطني وعضو مجلس شيوخ